اهلاً أصدقائي أنا وأخي نحب أن نلعب بالريمال على الشاطئ ولكن أعتقد أنني نسيت الدهان الواقع من أشعة الشمس ماذا أفعل الآن؟ فالشمس حارة جداً اليوم قد أصاب أنا وأخي بحروق في الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية الضارة لقد وجدت الدهان أخيراً هل تريدون أن تتعرفوا على الجلد من الداخل؟ هذا هو درسنا اليوم الجلد هو أحد الحواس الخمسة الجلدنا يعتبر كالحاجز الواقي أو كخط الدفاع ضد العوامل الخارجية الضارة التي تسبب الأمراض وهو أيضاً يمتص أشعة الشمس ليزود أجسامنا بالفيتامين دال وليمنح جسدنا الدفء ويوازن حرارة أجسامنا من الداخل وجلدنا هو المسؤول عن الإحساس بالحرارة والبرودة والألم وكذلك الإحساس بالملمس الناعم والخشن والصلب والليّن ولكن كيف يعمل جلدنا؟ جلدنا عبارة عن ثلاث طبقات البشرة والأدمة والأنسجة لنبدأ مع الطبقة الأولى التي تسمى البشرة البشرة هي الطبقة الخارجية من الجلد وتتكون من عدد كبير جداً من الخلايا الخلايا التي على السطح تتجدد باستمرار فكل أربعة أسابيع تموت الخلايا التي على السطح وتحل محلها خلايا جديدة تقوم هذه الخلايا الجديدة بحماية جسمنا من الميكروبات والجراثيم البشرة أيضاً تحتوي على الميلانين الذي يكون لون بشرتنا وكلما زاد عدد الميلانين في البشرة كلما كانت البشرة أغمق والميلانين أيضاً يحمي بشرتنا من أشعة الشمس الضارة ولكن حمايتها ليست كافية لذلك نحتاج لدهان واقي من الأشعة الضارة عند الخروج في الشمس لفترات طويلة ننتقل الآن للطبقة الثانية من الجلد والتي تعرف بالأدمة الأدمة الأدمة تحتوي على الأنسجة المرنة وعلى بصيلات الشعر وعلى الغدد العرقية وكذلك على النهايات العصبية التي تنقل للدماغ بيانات كل شيء نلمسه على سبيل المثال لو اقتربنا من شيء ساخن فإن الأعصاب التي في الجلد ستخبر الدماغ أن هناك خطر مما يجعلنا نهرب بعيداً عنه أما الغدد العرقية فهي مسؤولة عن تكوين العرق الذي ينتقل إلى سطح البشرة عن طريق المسامات الموجودة في أجسامنا وهذا العرق يحافظ على درجة حرارة أجسامنا متوازنة فعندما يكون الجو حاراً فإن الغدد تفرز العرق الذي يغطي سطح البشرة ويبردها الطبقة الأخيرة هي الأنسجة التي تحت الجلد وهي تتكون من الدهون والأنسجة وظيفة هذه الطبقة هي تخزين الدهون التي يحتاجها الجسم لحماية عظامنا وأعضائنا الداخلية من الصدمات وهي توفر طبقة عازلة تحمل جسم من البرد وتساعد على تبريده عن طريق التعرق في الأيام الحارة هل تعلمون أصدقائي أن الجلد هو أكبر عضو في أجسامنا؟ حيث يحتل مساحة 2 متر مربع يكس أجسامنا وعظامنا وتبلغ كتلته 3 كيلو جرام من وزن جسمنا للمحافظة على جلدنا صحياً وسليماً يجب أن نهتم بنظافته ونحرص على الاستحمام يومياً بالماء والصابون وكذلك نحرص على تناول الطعام الصحي كالخضار والأسماك وأيضاً نأخذ كفايتنا من النوم بما لا يقل عن ثمان ساعات يومياً ومن المهم جداً أن نضع دهاناً واقياً من أشعة الشمس عند التعرض للشمس فترة طويلة هل تعلمون أصدقائي لماذا تتجعد أطراف أصابعنا عند الاستحمام لفترة طويلة؟ يقول العلماء أن الجلد يتجعد ليسهل علينا الإمساك بالأشياء بشكل أفضل ولكي نستطيع السير بشكل أفضل ولا نتزحلق عندما تكون أرجلنا مبلولة سأضع على جلدي الآن بعض الدهان الواقي من أشعة الشمس الضارة كي أحافظ عليه من حروق الشمس حان الوقت لسؤال اليوم في أي طبقة من الجلد توجد بصيلات الشعر؟ اكتبوا لي إجاباتكم في التعليقات في الأسفل ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتها مع من تحبون أراكم في حلقة قادمة مع معلومات ممتعة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة